كشفت شركة سامسونج عن هاتف قابل للطي طال انتظاره في سان فرانسيسكو داعية مطور أندرويد لشروع في كتابة تطبيقات له وتحتاج شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى تحقيق نجاح في الهاتف القابل للطي لكي تعكس انخفاضات كبيرة في أرباح قطاع الهاتف المحمول وتستعيد قدرا من بريق علامتها الذي خسرته لصالح أبل وتعد الهواتف القابلة للطي بشاشة جهاز لوحي صغير في هاتف بحجم الجيب أي 7.3 بوصة وحين يطول جهاز فإنه يبدو أشبه بهاتف سميك لكن سامسونج لم تمنح وسائل الإعلام أو المطورين الفرصة للمس الجهاز أو رؤيته عن قرب